في هذه الليلة البهيجة وفي هذه المناسبة السعيدة يسرني ويشرفني أن أمثل جامعة الطيبة في وحدة التوع الفكرية في برنامجها برنامج سفراء الوسطية ليفوز هذه الليلة بجائزة من أجمل الجوائز في برامج التواصل الحضاري برنامج سفراء الوسطية تقدمه جامعة الطيبة في نسخته الثامنة وهذه النسخة متميزة وفازت ولله الحمد بهذه الجائزة هذا البرنامج يرعاه صاحب السموم الملكي أمير منطقة المدينة المنورة ويحضر حفلة تتشيل وحفلة الاختتار وهو عبارة عن برنامج تقدمه الجامعة يثري ويعمق فكرة الوسطية والاعتداد وعدم التطرف ويغرس في الشباب حب الوطن ومعنى المواطن الكريم ويطلب من جميع الجامعات السعودية تقديم مبادرات تعلمهم الجامعة كيف يعدون هذه المبادرات وكيف يقدمونها ثم تكون المرحلة التنافسية في حصد الجوائز المعدة لهذا البرنامج وفقنا والله الحمد في هذه السنة بالفوز بجائزة مركز الملك عبد العزيز وإن شاء الله فالنا الفوز في السنوات القادمة وأشكر الجميع ممن ساهم وقدم أسأل الله لكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد في بلد عظيم تقوده قيادة عظيمة وفي شعب عظيم ترجمة نانسي قنقر